بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب تفضلي يا آية شيخ آية من العراق تفضلي سلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تكون بخير نرجمنا في التعاءة أنا بالصحة والعافية قبل أن أسأل الله يحفظكم يبارك فيكم ووفقكم يا رب شيخ عندي مسألة أريد يعني أفتيني بيها أنا حصلت على شهادة أنا موظفة حصلت على شهادة بالعام الماضي كان التعليم كله أوبنفوك يعني كانت جائحة كورونا وكانوا الطلبة يدرسون على المباشر على الناس المادة اللي كنا ناخدها هي كلها مواد علمية رياضيات ما تدرس على الناس فهو التعليم اسمه أوبنفوك يعني نفتح الكتاب وتصير مساعدة بيناتنا والأساتذة على علم فأني حصلت الشهادة ورغم ما أخرتها صار عندي شك بداخلي إنه خفتت أن تكون الشهادة لأن إحنا الطلبة يعني بصدق إحنا تساعدنا بيناتنا بالامتحانات كنا نساعد بالمواد اللي كنا حضورية يعني درسنا وطلعنا درجات بس إحنا تساعدنا بيناتنا الأساتذة يعرفون هالشكل لأن هم الأساتذة قالوا هذي مادة ما تدرس على الناس هي مادة رياضيات وعلمية فهي المادة ما أخذت حقها من الأساتذة فإصطرينا وهما يعرفون إنه إحنا الطلبة كنا نسح الكتب وكنا طلبة بيناتنا نساعد بعد أن أخذت الشهادة فبعد أنظفتها شون صار عندي شك أو خوف إنه الشهادة الفلوس اللي إجتني من عدها تكون حرام على المرتف يعني أنت أصر موظفة أختي آية الزيادة اللي إجتني من الشهادة يعني قمت أتفضق بها للفقراء فهذا بهاي الحالة أنا ش أسوي يعني شهادة الحرام لكن أختي آية زين الصدقات اللي إذا أمطيها زين هي الشهادة نضافة أنا بعد ما أقدر ألغيها يا آية أولد أنا ألغيها ما قدر أختي آية أريد حل يعني أنا الفلوس المبلغ الإنضاف علي طيب وعضة يا أختي آية آية أختي آية راحت خلاص أنا قاعد أسألك الظالم ما تسمعيني أنت أصلا كنت موظفة أنا موظفة أصلا وبعدين درستي بعدين درستي درستي حقيت أساتذة خصوصية يعني تعرف وهذه الشهادة ترقيت فيها وظيفيا ترقيت فيها ترقيت فيها وظيفيا ترقيت فيها وظيفيا سعد مرتبي يعني جتك زيادة عموما جتك زيادة اسمح لي شيخ أنا درست وحقيت أساتذة يعني درسوني دروس خصوصي يعني تعبت وكان إلي مجهود وكنت يومية معدل أروح أربع خمس محابات أخضر أنا الوحيدة من الطلبة طيب 比أب شريع آية مرحب أختي فضلي أحمد السلام عليكم ورحم وبركاته دCR Starbucks بشيخ بارك الله فيك عندي شؤالين الفضل السؤالبل كيف الجم ي disput بين أن أفضل الصيام سيام داود عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقولون لا يفطر ويفطر حتى يقولون لا يصوم وأن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا أحمد السؤال الثاني ما الأفضل بصيام شهر محرم أم شعبان إن شاء الله يا أحمد رزاك الله خير يا شهر مرحبا هذا لي أحميد أحميد أبو ظبي يا أحميد السلام عليكم عليكم السلام مرحبا السلام عليك كيف حالك السلام عليكم السلام وتبركاته سؤال عمرك فيه سؤالين عندي الله بأول عمرك سؤال الأول هل يجوز من زكاة المال أشتري أفطار طايم أو ساهم أفطار طايم سؤال الأول سؤال الأول إذا كان عليدي أسهم وبمبلغ الأسهم كانت متوقعة فترة طويلة كن سنة 200 أو 3 سنوات والسنة هاي مثلا أنا بعتها بعد ما ارتفعت وبعد يومين رح تشتريتها بسؤال متجني هل أنا ذكي المبلغ كامل ولا ذكي المبلغ المتباقي لدي ولكن أصل الأسهم استثمارية أو لمضاربة لا كانت قبل استثماري في متوقعة فترة بعدين يوم شفت الأسهم بدأت ترتفع فأقلت خلني ما دام ارتفع دامت شارعنا من دلب عشرة الآن طارفة 16 خلني أروح بيح وكم سنة وكم سنة ضرلت متوقعة قبل عشر سنوات ها عشر سنوات طيب يا حميد بارك الله فيك يا شيخ مرحبا مرحبا طيب الأخت آية من العراق بارك الله فيها تقول بأنها كانت موظفة ثم حصلت على شهادة العام الماضي ودرست علوم تطبيقية مثل الرياضيات وغيرها وتقول يعني عندنا ما يسمى بالأوبن بوك والأساتذة يسمحون لنا بأننا نتعاون الطلبة فيما بيننا على الساس أن هذه المواد غير موجودة في الإنترنت تقول صابني شك من الزيادة التي أضيفت إلى راتب وصرت أطلع هذه الزيادة خوفا على نفسي من دخول شيء محرم علي أختي آية بارك الله فيك هذا الذي فهمته أنا من سؤالك هذا الذي الآن قصيته وذكرته هو سؤالك الجواب ما عليك شيء والزيادة إن شاء الله حلال وذلك لأن طبيعة هذه المواد طبيعة قائمة على فتح الكتاب وقائمة على التعاون وإنت قلت بأن الأساتذة قالوا تعاونوا فيما بينكم هذه غير موجودة على النت ولذلك ما في بأس فتح الكتاب تعاون فيما بينكم بعدين تعطون الجواب اللي يظهر لي بأنه ما عليك شيء ولله الحمد وسدي هذا الباب من أبواب الوساوس ولا يمنع أنك تتصدقين من راتبك كل شهر بما تجود به نفسك واطمئني يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أحمد من أبوظبي يسأل يقول كيف الجمع بين فضل صيام داود وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ومعلوم بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحمد بارك الله فيك أولا لا شك بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير هدي الأنبياء على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وهو سيد الأولين والآخرين وهو سيد ولد آدم وهديه أكمل الهدي وأفضل الهدي ولذلك إذا تأملنا في العبادات المشروعة في شريعة الإسلام نجدها بأن من أكمل الهدي في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج في كذا أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وإذا تحدث كان يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تقرير هذا الأمر على أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدل في عباداته صلوات ربي وسلامه عليه في الصلاة في الصيام في كل شيء ومن ذلك أنه كان يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض على الدوام فكان يصوم من كل أسبوع الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيضا الأيام التي عرفة وعاشورة وكذلك أيام تسع ذي الحجة كما جاء في السنن كان يصوم أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر مثلا يصوم شهرا حتى يقال لا يفطر يعني يكثر من الصيام لكن هذا ليس ديمة وليس عادة وإنما يصوم ثم يفطر الشهر الآخر أحيانا يستمر أشهر لا يصوم الصيام المتواصل أنا أقصد المتواصل حتى يقال لا يصوم يفطر حتى يقال لا لا يصوم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عبد الله بن عمر بن العاص المتنسك المتعبد المتأله رضي الله عنه لما شكاه والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب ضياع بعض الحقوق الزوجية البيتية زوجها اشتكت ما يأتيها ولا يعني ولا يلتفت إلى تجملها قصة معروفة الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن عمر وجده يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن في كل ثلاث يعني أرهق نفسه رضي الله عنه وهو عنده استعداد شباب فماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمره ماذا قال صوم الاثنين والخميس ثم زاد وقال أستطيع قال صوم الأيام البيض فلما شاف الرغبة من عبد الله بن عمر وأنه مصر على الصيام قال صوم صيام داود صوم يوم أفطر يوم ما تصوم الدهر وكذلك في مسألة قيام الليل يقوم وينام وكذلك في ختم القرآن في سبع فأكثر القصة معروفة فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا جئنا إلى هذه المسائل باعتبار الهدي أكمل الهدي هدي ومحمد عليه الصلاة والسلام من حيث العموم باعتبار حالة الإنسان في يعني رغبته في الصيام مثلا يقول أنا أبغى أصوم يقول أنا أبغى أواصل نقول له لا صوم يوم وأفطر يوم فإن خير الصيام صيام داود بمثل هذه الحالة واضح خير الصيام صيام داود بمثل هذه الحالة شخص يقول والله أنا عندي رغبة في الصيام أنا ما يكفيني الاثنين والخميس والأيام البيض أنا أبغى أصوم الدهر كله نقول له لا صوم صيام داود صوم يوم وأفطر يوم واضح يا أحمد بارك الله فيك كذلك قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على داود في قيام الليل لكن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بارك الله فيك أحمد يسأل يقول ما هو الأفضل صيام محرم أم صيام شعبان أخوي أحمد بارك الله فيك فيما يظهر لي بأنهما يتساويان فالصيام محرم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأشهر الحرم وصيام شعبان أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما سئل عن ذلك قال هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان فكان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا جئنا إلى اعتبار الزيادة لأن أي عبادة مشروعة فيها زيادة عمل فهي أفضل بهذا الاعتبار ممكن أن نقول بأن شهر محرم أفضل لأن فيه زيادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فالذي يصوم شعبان ممكن يصوم 27 يوم زين بالنسبة لمحرم ممكن يصوم 30 يوم فيكون محرم أفضل بهذا الاعتبار لأجل زيادة العمل والفعل إحميد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للزكاء ممكن أنني أشترك في مثلا إفطار صائم وشيء من هذا الباب يعني أعطي زكاة مالي أخو يحميد بارك الله فيك أولا بالنسبة للزكاء فريضة فريضة وركم من أركان الإسلام والله جل وعلا بين من تعطى الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الأمر الثاني بالنسبة لإفطار الصائم لا يلزم أن يكون الصائم فقيرا أو مسكينا ولذلك الآن مثلا الجمعيات الخيرية لتضع الخيام هي ما تقول لا يأتي إلا الفقراء ما تعلن يقول والله ما يفطر إلا الفقير فقد يأتي الغني قد يأتي متوسط الحال قد يأتي نضعها ضابط من لا يستحق الزكاة فكيف الآن أنا أجعل أعطي زكاة مالي لمن لا يستحق أخذها المسألة الثالثة جماهير أهل العلم على أن الزكاة ما تحول زكاة المال النقد يعني ما تحول إلى أعيان هذا قول جماهير أهل العلم فكيف تحولها إلى طعام لا الزكاة يملك فيها الفقير قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء قالوا لا من التمليك ولذلك هذه الأوجه التي ذكرتها تمنع الإنسان من أن يعطي زكاة ماله لأجل إفطار الصائم ولكن إفطار الصائم يكون من الصدقات يكون من التبرعات يكون من الوقف نعم أما أن يعطي من الزكاة لا نعم فضل أمم محمد أمم محمد تفضلي مرحبا أخفض التليزيون يا أمم محمد أخفض التليزيون كلميني من الهاتف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندين الشيخ أنا بس ألك عن الزكاة زكاة الغنم آمم آمم الزكاة الغنم أعطيها العام اللي يشتغل عندي آمم هذا يشتغل عندي ثقارة أرسم وعطيت منها آممم من الغنم نعم أعطي شيء طارش الحالة من ناق فيه قدرع عنده وشيء عنده العيال تعطيه فلوس ولا غنم لا غنم أعطيه من الغنم بزيء طيب أخذ هنو ويبيع هنو ويطارش الحالة من ناق طيب أبشر أمم محمد هذا السؤال اللي عندي إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله مشكو من هذا السلام عليكم شيخ أمم محمد من العراق تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله شيخ نحنا بالعراق أنا زوجي موظف وبعدين إيجار الدولة فتحت مشروع يعني إحنا نشوف بيت مثلا يعجبنا والبنك يشترينا هو وإحنا ويدفع المبلغ لصاحب البيت ويبقى البيت محجوز للبنك لمدة عشرين سنة إحنا نسدد أقصات يأخذون عمولة خمسة بالمئة بالبداية من المعاملات ونبقى ندفع تقصير مع ندفع تأمين للحياة يعني في حار موت المشتري يتوفى يسقط عنه لدين البنك يعني ما عائلته ما تدفع بقية المبلغ للبنك العلماء السنة عدنا أجازوها بس يعني إحنا قلبنا الشك يعني يريد نتأكد هذا رباء للحلال للحرام أتمنى يعني تفكينا أبشرية محمد شكرا جزيلا مرحبا أختي فضل أبو محمد أبو محمد السلام عليكم عليكم السلامة الله مرحبا دكتور مرحبا من وين أبو محمد من الشارجة فضل أبو محمد أغلق هذا لو سمحته شيخ فو سمحت في عندي سؤالين فضل أخوي قبل فترة اشتريت قطعة أرض من أخي أي وبقت القطعة الأرض باسمه بعد فترة قال لي يا أما يعني تحولها باسمك أو تبيعها فقال لي لا إن شاء الله بيعها فقال لي أنا بيع الكياه فهو قال لي أنا أعرف واحد يعني دلال يبيعه ويشتري بالأراضي قال لي أني أعرض الكياه داتي قلت لي أعرضها فأعرضها وباع لي إياها فجاب لي بقت مبلغ من المال فقال لي هذا يعني حقك وطلع جزء من المبلغ قال لي هذي حق الدلالية هو الرجل الصديقي ما أخذ من الدلالية فأني حأخذه باعتبار هو صديقي وبينه وبينه أفضل فأني طبعا سكتت بس يعني ضلت في نفسي يعني قلت يعني كيف هاي بأي حق قاعد يأخذها لمبلغ مبلغ كبير يا أبو محمد أي نعم مبلغ كبير طيب السؤال الثاني شيخ لو سمعت تمر الوالدي توفق قبل يعني في سنة 85 وبقي الورث تقريبا لمدة 30 سنة يعني المستفيدين يعني الورثة كانوا يرفضون يعني المستفيد يرفض والمبرر يعني ما يقدر يتكلم يقولوا لوين تخلي أمك أمك تروحني في الشارع تخليها فيسكت فبعدين بعد 30 سنة المهم يعني باعوا وصفوا الورث فقطعوا من كل واحد مبلغ من المال قالوا هذا نساعد به واحد من أخوتنا قالوا إحنا قررنا هكذا يعني فهاني بقيت يعني كنت يعني خارج البلد يعني فقلوا إحنا قررنا كذا وكذا فهاني سكتت يعني سكتت يعني قلت يعني إذا تتكلم إتأموك أنه أنت كذا وانت كذا فما أقل بالنسبة للأخ هذا يعني بحاجة شديدة يعني هو الأخ يعني أنت ديري يبني داره وفلوسه ما تكفي يعني بس يعني اللي صاحب الاقتراح متمكن يعني وما رادي يساعده من فلوسه رادي يساعده من فلوس الورث نفسه والتريكة فقط بيت التريكة كانت نعم أكثر من بيت أكثر من بيت طيب أبو محمد طيب بزاك الله خير مرحب أخوي شكرا طيب حميد بن أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة في سؤالي الثاني يقول عندي أسهم تاركها من عشر سنوات تقريبا وارتفعت الأسهم هذه الأيام وبعتها والآن يقول رحت وشريت أسهم نازله وكذا يقول كيف أزكي حميد بارك الله فيك بالنسبة للأسهم هل فيها زكاة أم لا الجواب نعم فيها زكاة اختلف العلماء هل كل الأسهم فيها زكاة أم يختلف على قولين القول الأول بأن الأسهم هذه أموال وتزكى جميع الأسهم القول الثاني قالوا هذا يختلف باختلاف نوعية السهم فإذا كانت أسهم مضاربة تقلب في السوق والواحد جالس ينتظر متى ارتفع باع متى انخفض أمسك أو اشترى قالوا هذه فيها الزكاة في نهاية كل سنة ينظر الإنسان في سعر السهم السوقي وليس الدفتري لا السوقي ويضيف إليها الأرباح الموجودة وليس المصروفة ويخرج زكاة أما إذا كانت أسهم استثمارية فإنه ليس فيها زكاة وإنما الزكاة على الأرباح إذا حال علي الحول وقد بلغت النصاب وهذا الذي أنا أجيب فيه دائما في هذا البرنامج أنت الآن فيما يظهر لي بأنك اشتريت أسهم استثمارية ما اشتريت يعني أسهم مضاربة أنت دخلت في مشروع أو في شركة وتركت هذه الأسهم عشر سنوات تأخذ أرباح تزكي الأرباح إذا حال على الربح الحول بعد قبضه وقد بلغ النصاب الآن بعت الآن بعت تغيرت لها من الآن يا أخي حميد من الآن تبدأ تحسب الزكاة ما دام أنك خلاص دخلت حولت الأسهم من استثمارية إلى مضاربة من الآن تحسب الزكاة تستقبل سنة جديدة المبلغ اللي عندك تستقبل فيه سنة جديدة وإذا فعلا حولت إلى أسهم تنظر في هذا الأسهم إذا كنت تبيعه تشتري سنويا في آخر كل سنة تقيم الأسهم اللي عندك بسعر السوق وتضيف إليه الأرباح وتخرج زكاة حتى لو قبضت الأرباح قبل يوم ولا في نفس اليوم اللي يحل عليه الحول لأن الربح يتبع أصله يتبع أصله بارك الله فيك أم محمد من العين تقول عندي غنم أخرج زكاة الغنم للعامل اللي عندي في المزرعة أعطيه من الغنم وهو يبيعه ويرسله لأهله لأنهم فقراء هل يجوز هذا؟ أم محمد الجواب نعم يجوز وبارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاكي وكثر الله خيرك اللي تسوينا هو الصح فمدام أن العامل فقير وعنده أسره في ديرته والراتب اللي يرسله ما يكفي هو أولى بالزكاة من غيره تعطينا الشات يروح يبيعها ويحولها العيالة ونزوجته أو لوالديه يعني ينتفعون بها أما إذا كان العامل لا مغنيها الله الراتب يكفيه زيادة لا ما تعطينا تقول لي لا والله راتب قليل وبالكاد يكفيه ويكفي عياله ما فيه بأس تعطينا بشرط أنه راتب على ما هو عليه ما تروحين تقول لي والله ترى هذا نخص من راتبك أبدا ولا يجوز أنك تزيدين في عمله إن شاء الله الفال عنك بعيد لكن أنا أتكلم حتى الناس يعرفون هذه الأحكام لأن بعض الناس يعطي الشغالة يعطي الشغالة العاملة للبيت من زكاته ثم يطالبها بالشغل زيادة يقول أنا عطيتك من الزكاة بأي حق هذا حق العاملة الزكاة ما لا علاقة ما يجوز الإنسان أن يستغل للزكاة لنفع نفسه ولا ليضيف شيء إلى العمل لا عمله وعمله ما تزيدين عنه الزكاة ما لا علاقة هذا حق واجب استحق هذا العامل والله يتقبل منك يا أمم محمد أمم محمد من العراق تقول زوجها موظف وتقول نحن مستعجرين الدولة فتحت مشروع ويعني شراء البيوت تقول ممكن أن نشتري ويحجز يرهد البنك عشرين سنة فيه عمولة خمسين بالمية وتأمين وهذا التأمين تأمين الحياة ويسقط بعد الوفاة تقول عندنا العلماء أجاز لكننا نريد أن نستفسد يا أمم محمد بارك الله ما دام هناك لجنة علمية أو هيئة للفتوى أفتت بهذا درست الموضوع دراسة مستوفية أنا لا أريد أن أفسد عليهم ما ذكروا فلذلك أخت الفاضل إذا تثقون بهذه الهيئة بهذه اللجنة وفيها طلبة علم أو مشايخ أو علماء أفاضل ومشهورين بالصدق والأمانة والإخلاص والورع وتقوى الله عز وجل التزموا فتوى أكيد ما صدرت الفتوى إلا بعد دراسة مستوفية بعد دراسة مستوفية ولذلك اسمحي لي ما أجيبك ما دام أنك ذكرت بأن العلماء عندكم الهيئة أفتت خلاص التزموا أنا لا أريد أن أربك فتوى في بلد معين معتمدة ومتعارف عليه بارك الله فيك يا أمم حمد أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا قبل فترة اشتريت قطعة أرض من أخي ويقول نبهني قال إما أنك تحولها باسمك أو تبيعها فيقول أنا قلت له أنا سأبيعها قال أنا أعرف دلال يقول فعلا باعها عن طريق الدلال وجالي بالمبلغ ثم حجز مبلغ وقال هذا لي لأن الدلال ما أخذ السمسرة حقته فأنا أستحقها هل يستحق هذا المبلغ أبو محمد بارك الله فيك والله أنا تمنيت أخوك هو الذي يسأل أنا تمنيت الأخ هو الذي يسأل لأنه ما يستحق هذه السمسرة ما يستحق هذا يستحقها السمسار وكون السمسار تنازل لوجاهته ما يجوز أنه يأخذ في مقابل الوجاهة أو الصداقة مبلغ ما ليسترده وهو بهذه الطريق فأنت الآن يعني الأفضل لك الأفضل وخاصة واضح بأنه عندكم مشاكل مالية ومشاكل ورث الأفضل أنك تغفر وتسمح وتعفو وتصفح فضلك من أنك تدخل لا مدام أخذها مدام أخذها سامحة ويكون لك الفضل والخير عند الله عز وجل والله تقول مبلغ كبير وأنا محتاج إليه لا بد أن يسأل هو وأن يعلم بأنه ليس له حظ ولا نصيب ولا حق في هذه النسبة التي استولى عليه ما لحق فيها ويرجعها لك تقول أسامحة أفضل بارك الله فيك نعم من تفضلي وجدان وجدان السعودية تفضلي أيها نكون تفضلي أختي أنت على الهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ فيها نبغى نعرف حكما للسعودة اللي مثلا يدخل واحد في السعودة ويسلم رات فلوس بدون يعني شغل إن شاء الله ندخل في السعودة إن شاء الله والسؤال الثاني يا شيخ ممكن أنني أتنسي يعني كثير دزال أسماء أحد قال ويش الشهاد اللي أخذتي أقول لهم يعني أخذت الحادث هذا يعني شهادتي بسيطة أستي يعني من الجلس اللي أقول كيف كيف يا أختي أعيدي السؤال الثاني لو سمحت أنا إذا جلس مع أحد ويسألوني يعني أنت شهادت جامعة أنت شهادت كذا فأنا أقول إيو أنا عند شهادت كذا أسمي شهادت البسيطة يعني ما أدري أنا أسمع للشيء هذا ولا لا يعني قلوا لك أنت معاك شهادة جامعية تقول إن إي نعم والواقع أنه خلاف ذلك أيو خلاف ذلك يعني مستحي يعني ناس من سني كذا وأنني مش حايد وأنا شهادت بسيطة وأفتحي سراحا لي أضرهم بس معك أعظم شهادة معك شهادة أن لا إله إلا الله الله يزاك خير الله يحفظك مرحبا يوجد شيء ثاني يسيخ دعواتك لي أنا ما زالي أقفال لسبعة فاسة سنة ودعاك الله إزاك الجنة الله يحفظك أهلا وسهلا أم هودا السلام عليكم عليكم السلام بباركات أنا قلت لها الريال عندي سؤال بس إزاكت واحد أحن سأل ثلاثة لو سمحت سأل سؤال الأول أختي تسأل تقول لو سمحت يوم الجمعة بالنسبة تفصلات تصلي مع أول آدام أو أنتم للآدام الثاني والفضبة إن شاء الله والسؤال الثاني مثل بقول قبل سألتك بس أحنا بغير تأكد أنا شو بقول لك شتريت الزهد وكان لزينة وما لبسه وقفت عليه السنة وبيعته وتقريبا يابلي يعني من 16 ألف الحين هذا يعني من شهر هلها 16 ألف أذكي عليها أنت سألتيني قبل هي وش قلتلك أنا وش الجواب كان لأنني ممكن أنت شوين لما قلت لي يعني ما فهمت حين أبغير فهمها أحسن أنت الآن تقولين عندك ذهب مضى عليه سنة كاملة ما استعملتي وبعدين بيعتيه ب 16 ألف تسألين عن زكاة يعني هي الحين بعته من شهر بعته يابلي ب 16 ألف طيب الحين شهر يعني هذا وانت أصلا أصلا اشتريتيه لأي غرض لا أنا كنت بشتريتني على الزينة الزينة يعني ما كنت يناول تكنزينة ولا التاجرين فيه لا 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 طيب ال 16 ألف اشتريتي فيها شيء ولا بتاركتها لا لا الحين ما مشتري فيها يعني ناوي أشتري فيها بس طيب إن شاء الله أبشري ولو سمحت السؤال الثالث يعني من أسبوعين تقريبا صليت المغارب وبعدين شكيت بالصلاة ويبت يعني نويت سنتين بس يبت التاسف بس بالأخير شوي نسيت وما صليت ما سجدت السهو هل علي شيء كان من متى هذا؟ يعني تقريبا الحين أسبوعين ثلاثة طيب يا أمهلة أبشري أشكود أزاك الله خير طيب أبو محمد من الشارقة أيضا يقول الوالد توفي عام 85 بقية بقية التركة ثلاثين سنة ما وزعت هناك شخص كان يرفض ومستفيد يقول متضرر ما يستطيع يتكلم بعدين يقول وزعوا التركة بعد ثلاثين سنة اقتطعوا مبلغ من المال قال نساعد فيه أحد إخواننا ما حكم ذلك أبو محمد بارك الله فيك حقيقة الكلام في مثل هذه القضايا العينية ما يصلح يعني على سبيل العموم أو يكون الكلام مرسل يعني مهم جدا أن يسأل الورثة جميع الورثة لماذا تركتم البيت مدة ثلاثين سنة مثلا يقول لك والله مثل ما ذكرت أنت يقول كيف تريدون الوالدة تقعد في الشارع أو تلان في الشارع مثلا فيه قد يكون فهم مغلوط فيه عدم تدبير عدم إحسان لقضية التصرف مثلا من الذي يقول بأن الوالدة تجلس في الشارع مثلا يعني البيوت هذه لو بيعت وأخذ كل واحد نصيبة الوالدة لها نصيب أيضا تشتري شقة تشتري بيت أو تسكن مع أولادها وجوبا و لا يجوز لأحد أنه يتخلى عنها ففي مشكلة يعني لست الوحيد يا أبو محمد يعاني من هذه المشكلة لأسف كثير من الناس و هذا الذي يزرع الأحقاد و يكرس الكراهية و يحدث في النفس شيء نسأل الله العافية و السلام لكن يا أخي يا أبو محمد ما في أجمل من الصفح و العفو ما في أجمل من أن يعيش الإنسان حالة من كظم الغيظ و العفو و الصفح و ابتعاد عن مثل إنسانة كثيرة جدا و صدقني صدقني بأنه ما في إنسان يعفو عن شيء من حقوقه إلا الله عز وجل يعوضه يعوضه تعويض قد لا يكون مادي يعوضه في الإيمان في زيادة الإيمان في زيادة التقوى القرب من الله عز وجل يفتح لأبواب خير من حيث لا يشعر فأنا ما أريد أنني أدخل معك في هذه القضية لأنه في أخطاء كبيرة و فادحة يعني ارتكبها يعني من تسلط على الورثة لكن أنا أنصحك بالعفو بالصفح والدنيا هذه يعني أعتقد بأن ما تستحق أن الإنسان يخاصم أرحام يقاطع أرحام يدخل فيه يعني معارك هنا وهنا لأجل دنيا ولأجل يعني أموال من التراب إلى التراب هذا الذي أنصحك شيء آخر والله إذا عندكم أخي تساعدونه بعد تتصدقون عليه هذه صدق لك صدق لك فإذا كنت مقتدى تصدق عليه إذا والله ما أنت راغب ما أحد يلزمك لا يجوز للأخ الأكبر أو لأي أحد قائم على التركة إنه يأخذ إخوانا بسيف الحياة بسيف الخجل يقول لا لازم تدفع بأي حق هذا ظلم يعني أنا أتمنى هذا الأخ الكبير هو الذي يعني يسأل أو الأخ الذي هو القائم على التركة هو الذي يسأل بأي حق الآن يجبر إخوانا على أن يدفعوا لواحد جاه جاه نصيبة من التركة لكن أرجع وأقول لك يا أبو محمد واضح بأنك رجل صالح وما سألت إلا أنك تبغى الحلال حاول أن تعيش وتسبح في هذا الفضاء الجميل من الصفح والعفو من التغافل التغافل نعمة من نعم الله عز وجل وصدقني ما في شيء يذهب الظالم سيأخذ حقه من الجزاء والمظلوم سيناله أيضا نصيبة من الحسنات التي جاءتها من دون تعب وهناك ما وعد الله عز وجل من الحياة الطيبة لأهل الإيمان الذين يتساموا عن مثل هذه الأشياء بارك الله فيك ورضي عنك وجدان من السعودية تسأل تقول يعني عندنا نظام السعودة وهو أن يشتغل أو أن يصرف للسعودي مثلا مبلغ مالي هو لا يشتغل لأجل أن يقال الشركة هذه والله حققت ما طلبه ولي الأمر ما طلبته الوزارة مثلا من النسبة المعينة وجدان بارك الله معروف هذه مسألة السعودة والتوطين مثلا هنا وهي خدمة المواطنين وإيجاد فرص العمل لهم وتوسيع دائرة عمل المواطن لكن هذا لم يسن ولم يقر على أنه والله فقط مجرد أسماء أنا ما أعرف هذا الشيء لذلك لا يجوز يا أخت الفاضلة أن الشخص والله يقول خذ راتب بس نأخذ اسمك بأي حق هذه خديعة لولي الأمر خديعة للدولة خديعة للوزارة التي تطالب مثلا بهذا بهذا الأمر ما يجوز الإنسان أنه يساهم في الغش والكذب والتغرير ولذلك تقولين للجهة إما أنتشغلوني عمل فعلي وإلا سامحوني أنا ما أعطيكم اسمي ما أعطيكم اسمي هذا فساد نسأل الله العافية والسلام وقولينهم أنا ممكن أشتغل في البيت إذا كانوا الله ما في إمكانات عندكم حولولي عمل الكمبيوترات موجودة في كل بيت تستطيعينك تنجزين العمل أما والله يأخذون منك الهوية أو البطاقة وسجلونك على أنك عامل لما يجي من وزارة العمل أو من الجهة المفتشة يشوفون والله الكشف والقائم اللهم بارك والله مواطنين حققوا النسبة 50-70% وهو الواقع كذب هذا ما يجوز لا يجوز ولا يجوز الإنسان أن يسمح لنفسه أن يستمر في مثل هذا الأمر إلا إلا إذا والله عندهم ما يفيد بالإذن بذلك أنا أقول إلا لأنني غير مطلع على مثل هذه فإذا وجد هذا حلال لك إذا ما وجد لا ما يجوز وأعتقد بأنه ما أعتقد بأنه والله جهة رسمية تقول أبد حط أسماء لأن هذا غش هذا غش بارك الله فيك وجدا من السعودية تقول يعني أنا أحيانا إذا جلست مع بعض النساء ومع بعض يعني صاحباتي أو صويحباتي يسألون يقول معك شهادة جامعية أقول نعم تقول يعني أخجل وأسته يا وجدان بارك الله فيك ورضي الله عنك المسلم لا يجوز له أن يكذب فالكذب من كبائر الذنوب من المحرمات الأمر الثاني اخت الفاضلة قيمة الإنسان ليس بالشهادة قيمة الإنسان ليس بالشهادة الجامعية وليس بحملة للدكتوراه ولا الماجستير ولا البكالاريوس قيمة الإنسان في دينه وفي أخلاقه يقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم والناس ما بين يعني والعياذ بالله فاجر شقي وما بين بر انتقي بر انتقي ولو الشهادات هي للدخل الجنة أعتقد الناس ستقاتلون عليها وما يظل أحد إلا يأخذ دكتوراه وماجستير وبكالاريوس وكم من إنسان لا يقرأ ولا يكتب خير ممن يحمل هذه الشهادات كم من إنسان لا يقرأ ولا يكتب والله إنه خير عند الله من هؤلاء الذين يحملون الشهادات أو بعض هؤلاء عفوا بعض هؤلاء الذين يحملون الشهادات فالميزان الشرعي أخط الفاضلة ليس بالبشت ولا بالشهادة ولا بالمال ولا بالمنصب إن أكرمكم عند الله يتقاكم هذه قاعدة يجب على كل مسلم أن يفهمها ولذلك يوم القيامة ماذا يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون والإنسان لا يخجل من واقع التعليمي وواقع الاجتماعي وواقع الاقتصادي لا يخجل هذا قدر الله وسنة الله الله عز وجل خلق الغنى والفقر خلق الأغنية والفقرة خلق المتعلمين والأميين مثلا هذا خلق الله عز وجل فالإنسان إذا يعني التزم أحكام دينه التزم الأخلاق الإسلامية والآداب المرعية والله خير عند الله عز وجل من كثير من من يحملون الشهادات التي لا لا يستطعون أن يتمثلوا العلم الذي تعلموا فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري وقولي أبداً أنا ما عندي شهادة ما درستي هم الآن أعتقد والله أعلم أنهم تعجبوا من أخلاقك ومن سمتك ومن كلامك وقالوا لك أنت إيه شهادتك يعني كأنك أنت والله الحمد درستي وكذا أنت مدرسة أسرة طيبة مدرسة بيت مدرسة مجتمع مدرسة دين الإسلام يكفيكي هذا بارك الله فيك فضل المثنى السلام عليكم ورحمة الله فضلك الشيخ عليكم السلام ورحمة الله أحسن الله إليكم وبركة في علمكم شيخنا الفاضل بارك الله فيكم امرأة تقول بوجوب زكاة المال المكنوس يعني تقول بوجوب إخراج الزكاة التي لبثتها وزكاة الزهب الملبوس ملبوس فقط مقرأة إخراج نعم الملبوس قصدك نعم زكاة الذهب الملبوس وحسب ما سمعت من فتوى السادقة لكم أنكم تقولون بالرأي الثاني وهو القول بعدم وجوب الزكاة فيه السؤال بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة التي تقول بوجوب هذه الزكاة فهل لها الأخذ بالرأي الثاني إن شاء الله يامو الثنى بارك الله فيكم محسن الله إليكم في دنيا والأخير نرحب أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يولح الله يا شيخ عندي تضافة السلام عليكم تفضل أبو محمد نسبة من أذكار اليوم والليل اللي هي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء غدير مئة مرة هاي تقال في الصباح والمساء ولا بس مرة واحدة تقولها إن شاء الله وعندي شيخ سؤال أنا يوم الجمعة يوم أروح إلى صلي ألقى يعني واحد فقير على الطريق هاي وقفه مبين عليه هيئة يعني أنا فقير ومسكين ومسيوي يعني هاي هل يجوز إني أعطيه من الزكار شعب شعب آآ وشيخ عندي أيضا أخوان في البيت ونفس الشيء ما يشتغلان وفي منهم آآ من عليه ديون بنكية وأنا لا أعلم هل هو خداها على حق أو على غير حق آآ هل يجوز أن يعطي منهم من هو متزوج ومنهم من عليهم خالفات مرورية ومبلغ كبير يعني فهل يجوز هذي لأن يعطيهم من أموال الزكاة شعب مرحب شكرا طيب أرجعي للأسئلة الأخت وجدان من السعودية تقول لي هي طبعا تطرب الدعاء تقول لي 17 سنة ما جاني أطفال وجدان أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يمنى عليك بالذرية الصالحة الطيبة لكن أصيك أخت الفاضلة أن تكثري أنت من الدعاء لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطرة إذا دعاه وأكثري من الاستغفار قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فقد قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كذلك الصدق بارك الله فيك أكثر من الصدق وأيضا خصي نفسك بدعوة وهذه الدعوة التي هي طلب الولد بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت الليل مثلا وصليتي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كثيرة وضمني دعائك طلب الولد قولي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أسأل الله ذلك وإعلمي بأن الله عز وجل إنما اختار لك الخير فقد يختار الله عز وجل لعبده الولد وقد يختار لعبده العقم حكمة منه وقد يختار لعبده تأخير الولد لحكمة سبحانه وتعالى لأنه لو جاء في هذا الظرف في هذه المرحلة السنية كان شر على والده كان شر ففسري هذا الأمر تفسير إيماني وارضي بما قسم الله عز وجل وقدر وقضى لكن هذا ما يمنع أنك تبذلين الأسباب الشرعية أم هدى بارك الله فيها تسأل تقول أختي تسأل بالنسبة ليوم الجمعة متى نصلي الأذان الأول أم الأذان الثاني أختي أم هدى بارك الله فيك بالنسبة لي المرأة في بيتها يوم الجمعة تصلي الظهر تصلي الظهر وليس لها علاقة بالمساجد فإذا دخل وقت صلاة الظهر صلت فهي تنظر إلى بقية الأيام متى يؤذل للظهر الحمد لله الآن فيه التقاويم فيه التطبيقات الموجودة أغلب الجوالات فيها تطبيق تسمع الأذان الآن اللي هو الآن عندكم أصبح هو الأذان الأول الذي فيه بيان والإعلام بدخول وقت صلاة الظهر لأن الصلاة عندكم الآن تتأخر وحدة وربع هذا الأذان متأخر لصلاة الجمعة فإذا أذن الأذان الأول دخل وقت صلاة الظهر الآن عندكم بعد التعديل الجديد فلذلك يعني إذا أحبت بعد ما يؤذن الأذان الأول تصلي ركعتين أو أربع وبعدين تصلي أو تنتظر شيئاً يسيراً وتصلي هذا طبعاً لي جهة أبوظبي وبقية الإمارات طبعاً في الشارقة معروف الجمعة على ما هي عليه أول الأذان الأول ما يصلي الإنسان الظهر المرأة ما تصلي الظهر الأذان الأول في الشارقة ها تصلي بعد الأذان الثاني لأن الوضع على ما هو عليه فلابد من يعني فهم هذه الأشياء بارك الله فيكم أم هدى تقول أنا اشتريت ذهب ومضى عليه سنة كاملة اشتريت بقصد الزينة والتحلي وبعدين بيعتب 16 ألف الآن المبلغ عندي هل أزكي أختي أم هدى بارك الله فيك بالنسبة للذهب الذي تشتريه المرأة أو يأتيها مهر وقصد القصد منه التحلي والتزين وعدم الكنز والاتجارة فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه لا زكاة فيه فأنت تقولي مضى سنة كاملة وأنا ما عندني أبيعه وكنت حاطة على أساس أني أتحلى وأتزين فيه وألبسه وبعدين طرأ لي أمر وبعته ما عليك زكاة في القول الراجح الآن هذا المبلغ 16 ألف إذا بقي مدة سنة يجب عليك تزكينه لأن هذا مبلغ تجاوز النصاب فإذا حال عليه الحول من الساعة التي بعت فيها الوقت الذي بعت فيه الذهب تحسبين وبعدين تخرجين تخرجين أن يقول لك ما عليه زكاة تقولي لا والله أنا حابة أني أكنزه علشان بعدين إذا ارتفع الذهب أبيعه قلنا لك يجب عليك أن تزكي حتى ولو لم تبيعيه واضح ولابد أن نعلم بأن الإنسان لا يجوز له أن يتحايل مثلا بعض الناس قد يوسوس له الشيطان المرأة تقول والله أنا سمعت فتوى من الشيخ أنه ما فيه زكاة وأنا والله ناوي اللبس والتحلي والتزين وحاطته في الصندوق وما لبسته الله عز وجل هو المطلع على النية لماذا هل فعلا أنت صادقة بأنك والله وضعته لهذا الغرض أم أنك تتحايلين تبيعين وتشترين ذهب ثاني حتى تكسبين بمثل هذا الطريقة تصير تجارة لا يجب على الإنسان أن يتق الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وإذا والله طالب العلم أو المفتي أفتاه على ما سألت هذا لا يعني أنه يغير الشيء الذي أصلا موجود في نيتها وفي قصدها إذا كان تعاملها تعامل آخر ها فتنبه يا أختي أم هدى بارك الله فيك أم هدى تقول أنا في صلاة المغرب شكيت في الركعة الثالثة وقمت وجبت ركعة وبعدين نسيت أنني أستدرسه هذا مضى عليه وقت ما حكم ذلك عموما أختي الفاضلة بالنسبة للسجود السهو يسقط بطول الفصل يعني الزمان فأنت ما عليك شيء الآن لكن مستقبلا تنتبهين ومدام أن الصلاة فيها ليس فيها نقص وإنما حصل فيها زيادة فالحمد لله ما عليك شيء صلاتك صحيحة لكن مستقبلا تنتبهين المثنى من عمان يقول امرأة كانت تذهب إلى الفتوى بوجوب إخراج الزكاة الذهب الملبوس الآن يقول المرأة تريد أن يعني تنتقل إلى الفتوى الثانية أو الرأي الثاني وهو عدم الزكاة هل لها ذلك المثنى بارك الله فيك أولا بالنسبة للذهب على ثلاثة أنواع من حيث الزكاة أولا الذهب المعدل التجارة فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحون تجب فيه الزكاة بالإجمع الثاني الذهب المكنوز الذي يكنزه الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى بغرض الاستفادة منه كقيمة مالية هذا أيضا تجب فيه الزكاة قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم الآية النوع الثالث الذهب الذي يلبسه الإنسان أو تلبسه عفوا المرأة تلبسه المرأة أو تشتريه أو يأتيها مهر بغرض التزين والتحلي واللبس لا بغرض التجارة والكنز فهذه مسألة خلافية عندنا قولا القول الأول جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأن هذا أشبه بما يقتنيه الإنسان من الأشياء الموجودة في البيوت القول الثاني وهو مذهب واحد فقهي قال بوجوب الزكاة فيه واختار هذا جمع من العلماء منهم من مشايخنا هذا الذي أفتي به هو قول الجمهور على أنه لا زكاة فيه طيب هذه المرأة التي كانت تذهب إلى القول بوجوب الزكاة القول بوجوب الزكاة وهي تعلم بالقول الثاني ثم بعد ذلك أرادت أن تنتقل إلى القول الثاني لماذا تشهي هواء والله قالت يعني في خسارة لا ما يجوز لها ذلك الإنسان لا يجوز أن تنقل بين الفتاوى لهوى نفس أو لأشياء يعتقد بأنه يستفيد منها كيف عرضت عليه الأقوال فاختارت القول بالوجوب تستمر على القول بالوجوب خاصة وعليه أئمة وعليه أدلة فتستمر عليه تقول لا والله أنا ما كنت أدري عن الأقوال وكنت أعتقد بأن الزكاة الذهب الزكاة واجبة في الذهب على كل حال ثم الآن تبصرت وتبينت واطلعت على الأقوال وشفت كلام المفتي الفلاني وطالب العلم الفلاني فتبين لي بأن الصواب ما فيه زكاة لأن جميع الأدلة من السنة النبوية ضعيفة وقرأت هذا وما صحم من الأدلة التي في السنن محمولة على غير الزكاة الشرعية محمولة على العارية محمولة على كما كما ذكر ذلك أهل العلم نعم يجوز لها في مثل هذه الحالة أن تنتقل لأنها انتقلت لا بتشهي وهوى وإنما انتقلت بعلم فبهذا تخبرها يا المثنة بارك الله فيك أبو محمد بن أبوظبي يسأل يقول بالنسبة لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد مئة مرة هل يقال في أذكار الصباح وفي أذكار المساء أبو محمد بارك الله فيك الذي أحفظه أنه يقال في أذكار الصباح هذا في حدود حفظي وكذا أنه يقال في أذكار الصباح بارك الله فيك طيب أبو محمد أيضا يسأل يقول بالنسبة ليوم الجمعة لما أروح أصلي يقول أجد في الطريق شخص يعني من العمال اللي واضح عليه الفقر ومستحق للزكاة يقول ممكن أعطيه من الزكاة أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الزكاة يستحقها الزكاة يستحقها الفقراء والمساكين والعاملين عليها وما جاء ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلهم ابن السبيل الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء المسكين الذي يجد بعض كفايته الغارم اللي دخل فيه دين بحق وما استطاع السداد ما عنده قدرة هؤلاء يعطونه من الزكاة أنت شفت شخص الآن في الطريق واضح عليه البؤس واضح عليه الفقر واضح عليه المسكنة مثلا نعم يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه شخص مسلم ليس عليه علامات ممكن أنت تثير شك عندك بأنه ممكن يستخدم المال في الحرام لا هو رايح المسجد رايح صلاة الجمعة مثلا ممكن تعطيه من الزكاة بارك الله فيك فضلي يا سحر السلام عليكم السلام عليكم السلام ورسول الله وبركاته عندي السؤال أنا كل ما أصلي صلاة الصبح لازم أقرأ قرآن لأني اللي أعرفه أن القرآن كان مشهودا فالصدفة أن أختي تقولي لا أنت غلطانة أن قصدهم بالقرآن كان مشهودا قصدهم صلاة السنة أنا لا أصدق فضل سألتك إن شاء الله يا سحر شكرا مرحبا يلا فضل أبو أحمد أبو أحمد فضل فضل أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا ما عليش نتكلم تحت الغوال يضروا بخصوة طيب خير إن شاء الله خذ الرقم رقم الواتس أب ورسلني عليه بارك الله فيك طيب أبو أحمد بارك الله فيه ابن أبو ظبي يقول عندي إخوة في البيت يقول ما يشتغلونه وبعضهم عليه ديون بنكي يقول ما أدري القروض هذه بحق بباطل ما أدري يقول بعضهم متزوج وبعضهم عليه التزامات أبو محمد بارك الله فيك طبعا تكلمنا قبل قليل فيما يتعلق بمسألة الزكاة الزكاة تولى الله عز وجل قسمة أو إعطاء من يستحق الزكاة الفقراء المساكن الغارمين خلنا في هذه الثلاث الفقير المعدم الذي لا يجد شيء المسكين الذي يجد نصف الكفاية الغارم الذي دخل في قرض ليس يعني قرض بحق احتاج يتزوج احتاج ابني بيت وبعدين تورط ما قدر يسدد ترجمة نانسي قنقر